ومشاهدين إلى أخبارنا المنوعة وفيها سوق بيع الساعات الذكية بالزهار المتواصل ويتوقع خبراء أن يباع منها ما يزيد عن 400 مليون ساعة في شتى أرجاء العالم بحلول العام 2027 وأنها ستدشن عصرا جديدا للصحة الوقائية فما العلاقة بين الساعات الذكية والصحة؟ توفر الساعة الذكية اليوم خراءات مستمرة لمعدل ضربات القلب ومعدل التنفس والأكسجين في الدم ومعدل أضنبض وغيرها من المعدلات الحيوية بدقة عالية وتقدم معلومات وداتة مفيدة جدا في الأغراض الطبية حتى أن الخبراء بمجال الصحة يعتقدون أنها تساعد بإنقاف حياة المرضى على سبيل المثال الارتداء الفرد لساعة ذكية قبل إجراء عملية معقدة يسهل استخدام هذه البيانات المسجلة قبل الجراحة للتنبؤ بالمضاعفات المحتملة قبل الجراحة أو بعدها واتخاذ ما يلزم حيالها بطريقة وقائية مثال آخر للوقاية يتمثل بمراض الصرع حيث يأمل الخبراء أن تساعد الساعات الذكية مستقبلا المرضى الذين يعانون من حالات مزمنة لأمراض مثل الصرع وذلك عن طريق تزويدهم بعلامات تحذيرية مبترة قبل حدوث النوبة نظرا لأن حوادث السقوط والحوادث الخطيرة الناتجة بسبب النوبات تعد عوامل خطر معروفة بالنسبة للمصابين بالصرع ترجمة نانسي قنقر